موسيقى مرحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج معداني حداد عبر ميديا فاكتوري نيوز وضيفي بقى الحلقة نائب رئيس الحزب الديموقراطي لبناني والمرشح على المقعد الدرزي في بيروت نسيب الجواري أهلا وسهلا فيك استاذ نسيب أهلا فيك استاذ باني ليه رشحك كلمير طلال أرسلين ببيروت الثاني ليه اختارك كمرشح تعويض مثلا عن عدم توزيرك أولا نحن بالنسبة لقلنا الحمد لله لحد هلا بعد ما عنا تعويضات على شيء هيدا الموضوع نحن من الأول ولا مرة في حدا مننا كان عنده طموح لمصلحة شخصية نحن بالنسبة لقلنا بنعتبر انه هيدا الخط وهيدا التوجه وهيدا الحزب وين ما كان رايح للأفضل كلاياتنا بهيدا التوجه منمشي موضوع تسميتي عن مقعد بيروت بركة لأنه المرة الماضي كان فيه نية بهيدا الموضوع وطرح فما كانت الأمور ناطجة بشكل مضبوط بقي رئيس الحزب على هيدا الجو بالدورة هيدا وبالنسبة لقلنا نحن كلاياتنا أيا يكون المركز هيدا كلها مراكز عابرة بالعكس نحن معها دايما أعطاء فرص للكل والكل يشارك وضد التكرار وبالأحرى التسليم بأحد هذا الشيء يسجل للكم يعني فيه دايما تنوع بأسماء الوزراء وحتى بالترشيحات بين دورة ودورة مش عم نكون دايما بنفس الترشيحات دايما فيه أسماء جديدة بتبروز وكما يسجل للكم انه حضرتك نيب رئيس حزب بسن صغير عملت نيب رئيس حزب نسبة لغير أحزاب لبنانية يعني نحن مثل ما قلت هيدا قرار عند المير طلال رئيس حزبنا من زمان نعتبر انه داخل الطائفة الدرزية مع احترامنا للجميع ولكل الطوايف فيه طاقات كثيرة وفيه شباب كثيرة تعلمت ونوجدت وأهلاتها تعبوا عليها مش لحتالي بس نحطهم بالطيارة ونفللهم بس نخلص من هون لازم بأي مطرح بيكون في مجال انه هيدا العالم تبرز وهيدا العالم تبين وتمثلنا قادرين يكونوا يمثلوا ولحد هلأ منعتبر انه تجربتنا كانت دايما خير تمثيل بالنسبة لي انه كنائب رئيس حزب انا ادراجت بالحزب من عضو هيئة وحدة مشيت على مكتب الطلاب جيت على المجلس السياسي امين سر مجلس السياسي رئيس مجلس السياسي لحد ما وصلت مسيرتنا بالحزب من تأسيسه وبركي انا كمان من الاقدم جنب المير وبهيدا الخط فكمان سائبة بهيدا العمر ان شاء الله كمان قريبا نفتح مجال لغيرنا نعم معركة المقعد الدرزي بدارة بيروت ثاني انتم بلاحة بتحالف مع الثناء الشيعي اكيد بدي يضمنوا منطقيا مقعدا وضمنين المقعدان الاولوية بعدين في فائد من الاصوات قدرين يستفيدوا منه مرشح او اثنان ويمكن ثلاثة الاولوية لمن لنسيب الجوهرة لاتجار ترابلسي لمرشح ثالث وفي وعد من الحزب انه يعطوكم اصوات اليوم انا بدي اقول شغلة وحتى تكون واضحة اليوم ليس بس الحزب بيعطي اصوات اليوم باعتقد في ناس وبالك احنا منهم عنا حضورنا وعلاقاتنا نحنا مانا طارقين على بيروت مظبوط نفوسنا مش ببيروت بس نحنا مانا طارقين على بيروت انا انا شخصيا علاقاتي ببيروت عمره اكثر من 30 سنة انا من ايام الجامعة ببيروت وما تركت بيروت والكل يشهد على هذا الموضوع وعلاقاتي مع الجميع كانت موجودة دائما قناعاتي دائما كنت مقتنع فيها شهر فيها علنا ومبادئنا مثل ما معوّدين كمان من رئيس حزبنا تاريخنا كان دائما اذا خاصمنا من خاصمة بشرف واذا حلفنا من حالف بشرف وهذا الكلام قاله المير للرئيس الحريري في 2018 بزيارته لحاصبية عندما كنا عليها واحدة احنا وطيار المستقبل فهذا شغلة معروفة عن حزبنا ومفروض تكون معروفة عننا ونحن ربينا بهذا المدرسة وعم نشتغل على اساسها من هون لازم كل حدا يكون في عنده اصواته هلا كحلفة بالاخر مثل كل الحلفة كلنا منعرف اليوم طيار المستقبل اللي من كان موجود عمل كتل لعالم اليوم مقزومة لأنه الرئيس الحريري فل وكلنا منعرف شو اسباب غيابه فمش عايب إذا نحنا حلفاءنا كمان لا بل بالعكس فيه واجب بهذا الموضوع بس فيه وعد لالكن او بعد ما فيه وعد هيدا عملية انتخابية ونحن ما بنعتبر انه جايين ضمن جو انه فيه وعد نحنا جايين نعمل نواب لالنا ولغايرنا اليوم الناس بتقرر وفيه احترام لهيدا الموضوع هلا كحلفاء شو منلاقي بآخر لحظة فيه مرشح معين بحاجة لشي بسيط او هيدا هيدا موضوع بتقدر المكانة الانتخابية اللي عم تشتغل الوقت ولكن الجو العام جو العام مفروض انه اكيد فيه التزام انه نحاول انه يكون فيه نجاح نعم وين ترتيبك من حيث الاهمية بالنسبة لحزب الله صدقني بكذا لقاء وحتى اذا انتبهت بالتسجيل قررنا انه لا نفوت لاب رئيس ليحة ولا يكون فيه ترتيب بالليحة هايك سائبة يعني اشتغلنا على حتى طرعوا الاسماء متل ما هن طالعين الاسماء لابل يمكن بالترتيب زميلنا ادغار كان هو اخر واحد ما نحكى بهيدا الموضوع اللي بهمنا انه الكل ينجح اللي بهمنا انه يكون فيه اعلى نسبة من الحواصل وان شاء الله هيدا الموضوع بصير بس معركتك مضمونة بتعتبرها او لا يعني مقعدك مضمون او لا انا برأي اي انسان بينزل على انتخابات وضامن مقعده هيدا استخفاف بالناخل اليوم بالاخر هيدا المقعد ليس ملك حدا حتى ليعطيك يا هيدا مقعد ملك الناس الناس بتقرر اذا كنت بتستهل تكون موجود فيه او لا ولما نقول الناس ما يعني بصوب على شريحة معينة من الناس كل ابناء بيروت هن اللي أنا عم بستهدفهم بهيدا الحكي وبعتقد حقهم هن كلهم يقرروا مين بمثلهم لانه اي نائب هو مفروض يكون للبنان كله كان بالحرق اذا كان نائب عن العاصمة اللي هي قلب لبنان بعتبر حالي انا مرشح اليوم عن كل المواطن ببيروت الثاني نعم رئيس بره حليفكم وحليفكم بالانتخابات وحليفكم بالسياسة بس منعرف كلنا علاقته برئيس الحزب التقادم الاشتراكة باليجن بلاط هل ممكن يجير اصوات للمرشحة المنافسة لألك النايب فايصر الصاير شوف استاذ داني بالنسبة لموضوع الرئيس بره الكل بيعرفه عنده علاقات والرئيس بره كان دايما صمام امان بيعرف كيف يدور زوايا وبيعرف يحفظ علاقات اللي تخلي لبنان بالمطرح البارد ونجح بهذا الشيء على طول بس كمان يذكر للرئيس بره انه لما كان ملتزم من مطارح تانية قاله علنا وقال انا ما بقبل يكون في مرشح درزي على لائحتنا بالالفين واثمانتعاش فما حكي لا من تحت الطاولة ولا مجرد يقوله بوجودك على اللايحة يعني ملتزم لا بل الرئيس بره كان من اول المتحمسين ومأيدين لموضوع وجودنا على اللايحة معهم المعركة او المنافسة محصورة بينك وبين نايب فايسر صيغ او لا مفتوحة على كل الاحتمالات انا صراحة لا بقولك في كثير مرشحين جديين ومعركة بيروت الثانية معركة كبيرة ومنى محصومة نتايجة انا من اصعب الدوائر بلبنان لا في كثير موجودين ممكن لهم كل احترام واكيد رأيهم هن بمطرح ونحن بمطرح تاني ولكن هذا لا يفصد انه نكون بالعكس عاطينهم حجمهم ولا في مرشحين كتير جديين بالعكس اصلا نحن من العالم اللي حابين انه تبطل هايدي الشغل يا فلان يا فلان وما بقى في حدا تاني بهيدي الطايفي لا خلي يكون على طول في تنافس وخلي الكل يكون موجود وخلي الكل يعبر عن رأيه ويعطينا برنامجه من كن الغائيين انتو داخل الطائفة؟ من كن الغائيين داخل الطائفة؟ ما بعتقد تجاربنا قالت انه كنا من اليوم من الايام نحنا جماعة الغائيين لا بل بالعكس نحنا عانينا من هيدا الموضوع وتعبنا كتير وقاتلنا بالسياسة وغير السياسة لحد ما نوصل لموضوع انه يصير فيه تسليم بالاعتراف بالاخر لانه نحن نعتبر انه كلنا منكمل بعض كل انسان فيه حق يكون عنده رأيه هذا لا يفسد الحوار بين كل الاطراف لمصلحة الطائفة اكيد انه هذه هي لازم تكون المصلحة العليا وهي دائما نادى فيها المير طلال وموضوع الالغائي مش بس على صعيد الطائفة نحنا على صعيد الوطن مأيدنا اليوم اي طرف بيكون من ضمن مكوم اجتماعي من ضمن بيئة معينة حاسس حاله انه ملغة اعتبر انه هيدا البيئة ملنة صحية رح توصل لوقت انه تفجر ولا تروح للمنطق السلبي نعم نعم كيف عم بتخوض الانتخابات وكيف ناوي تخوضها يعني متكل على الاعلام متكل على زيارات متكل على دعم حزاب متكل على معارفة كيف عم تشتغل الانتخابات برأيي الانتخابات هي يعني بروسيدجر متكامل ما في شي فيك تفصله عن شيء اليوم اذا كان ظهورك بالاعلام موجود هذا لا يعني انه تبعد عن الناس واليوم اذا قربت من الناس هيدا لا يعني انه بس نعمل مهرجانات انتخابية والعالم تزقف لنا اعتقد العالم طلعت من هيدا الموضوع والعالم مش هيدا اللي بديه بقى عم تعمل زيارات اي اكيد اي اكيد كيف عم بتكون تفاعل الناس معاك شو عم تسمع منهم شو الاسئلة اللي بيترحو عليك شو الهموم اللي بيقلوا لك ايها شو الوعود اللي بيقعدوك ايها شوف استاذ داني انا اذا اذا بموضوع الزيارات اي مرشح بلبنان ككل اذا ما حس انه زيارة ناخبينه ببيوتهم بتشرفه بكون في عنا مشكلة اليوم هيدا الناخب هو الاساس لو لا منه انت ما تعمل نايد اشبعنا من قصة انه منحكي فلان وفلان بيجيب مية وخمسين او متان صوت فيه مفتاح انتخابي هو بيشتغلنا مفروض حتى لو في تحالفات معينة مفروض احترام الناخب مفروض انه نسمع شو عنده اليوم الناس بتوصل بتحكي انت وياهن كل انسان عنده وجعه واليوم العالم تلقائيا بيجاو بلبنان كله بوجع لنا فترة كتير طويلة والناس مقزومة جدا بهذه الايام يعني اقل شي انك تفوت عليهم وتحكي انت وياهن وتسمع لهم لحتالي يحسوا على القليلة اذا يوم الايام وصلوا هم عندك نعم مش انت بعيد عنهم في ناس عم تزولهم كمان بقلولك نحنا ما رح ننتخب وشو رح يتغير وما رح يتغير شي وليش شو رح يعمل صوتنا هاي بسمعها اكيد شو بتقلهم لهذه الناس مضبوط وخاصة بدايرة بيروت الثاني وخاصة اليوم وصراحة اصمع لحل التالي احكي فيها باهلنا بالطائف السنية واخواننا يمكن بيعتبروا حالا انه بمطرح معين هن متضامنين مع جو الرئيس الحريري اللي كمان نحنا الكل بيعرف نحنا مش يعني مش معنيين بهيض الموضوع لم نكن سبب لهيدا الشيء لا بل بالعكس نحنا كنا دائما منطالب بوجود الرئيس الحريري كممثل بالطائف السنية خلينا نقول الاول بالعكس حضوره هو قيمة مضافة للسياسة بلبنان لانه بالاخر مثل ما هلأ من شوي قلنا ما فيك تهمش اي شريحة من المجتمع كمب الحرق اذا جيت على بيروت الثاني وهيدي الشريحة تحديدا يمكن في عندهم شوية يعني زعل شوية عطب بمطرح معين على الاخرين بخليهم انه ينكفؤوا انا اللي بقوله لا حتى بهيضا الموضوع مدرسة الرئيس الحريري لم تكن يوم من الايام الانكفاء لا بل بالعكس كانت التعاون على طول لمصلحة بيروت عندك أصدقاء كثيرة كلا بدخل طائف السنية عندك انت عيب للطواف بصدقاتك الحمد لله لك هيدا الشي بيشرفني انا بالاخر من مدرسة وطنية نحنا مدرسة المير مجيد ارسلان نحنا جماعة منعرف لبنان كوطن نحنا ما منعرف لبنان طواف ومذاهب نحنا منعتبر حالنا كل انسان هو شريكنا بهذا الوطن ويجب التحاور معه ويمكن اللي انت عم بتسميه ويمكن ما لتأينا بالسياسة بمطارح كثيرة نحنا مبادئنا معروفة وتوجهاتنا معروفة بهذا الموضوع ولكن هيدا لا يمنع الحوار الدائم وعلى طول تعبر عن فكرتك بشكل راقي تستوعب الآخر فيه وتقبل الآخر لحتى يقبلك فكرتك كيف انت نايب رئيس حزب عنده موقف سياسي واضح عندما نرى اصدقاء مع ناس فيها المستقبل مع ناس في القوات الليبنانية مع ناس في طائرة وطاع الحرب طبيعي يكون الطيار في سوديك بالنهاية خصوم بالسياسة كيف قدر هلقا تكون عندك صداقات قريبة مع اشخاص ضدك كليا بالسياسة ترى العداء والتقوقع لا يخدم لا طيارك السياسة ولا طيفتك ولا حزبك ولا توجهك اذا كنت انت انسان مقتنع برأيك وبمبدأك وبتوجهاتك اللي انت ماشي عليها واللي احنا صار إلنا ماشينا عليها من سنين طويلة منذ ان بدأ المير طلال بمسيرته السياسية اذا ما عندك أناعة بهذا الموضوع ما بتقدر تكون على صداقة مع الآخرين وتعاطي مع الآخرين اما اذا كنت مقتنع بهذا الموضوع انت قادر توصل فكرتك وما في شي بغيرك لا بل بالعكس برجع بقول لك هيدا انسان شريكي بهذا الوطن انا بالنسبة لي عم بخدم قضيتي وجوي وتوجه مبادئ اللي احنا مشينا فيها اكتر من اي حدا عامل عداوة بهذا الموضوع اذا ما اقتنع بفكرتك فوت على كل البيت اي ان يكون هيدا البيت ووصل فكرتك كما هي اليوم انا اذا بتخازل بمبادئ بناءا لامور معينة ومكاسب معينة هون بحقل العالم تعتبر علي نقطة سلبية اما اليوم لما نبجاهر بمواقف قدام الناس كلا يتأساس داني اليوم ما حدا يخفي على التاني نحن جماعة قلنا هذه الكلمة من خاص من بشرف ومن حالف بشرف نحن جماعة لانه نعتبر اذا كان في خصوم بالسياسة نحن ولا مرة بحياتنا نطعم نحن كل العالم تعرف عن مصدائيتنا بهذا الموضوع اليوم بتشوف ناس كثير وشرائح كثيرة بهذا البلد وجودهم بالندوة البرلمانية هو ليس من عندهم صراحة بقول لك كيها يعني اليوم بيّنت بغياب الرئيس الحريري من لبنان عرّ كثير عالم وخلّ عالم بمطارح مقزومة واخّر تشكيل اللويح لوقت مثل هلأ في عالم كثير كان الى فترة عم بتقول انه مجلس النواب بايدهم طيب اليوم فلّ الزلمة فلّي فلّي لأنه بمطرح معين نطعن من مئة مطرح نحن هذا الموضوع ليس موجود بقاموسنا نحن جماعة إذا نحن وياك ماشيين يعني نحن وياك وإذا نحن وياك لا نحن ما نطعن نحن هذا هو الموضوع اللي يجعلنا نكون محبولين رح تنطعنوا بالانتخابات ولا قدرين كحزب تشكلوا كتلة نيابية رح يكون في كتلة نيابية للحزب وحلفاءه بعد الانتخابات او رح تكونوا جزء من تكتل كبير نحن موضوع تحالف وتفاهم وتقارب وجهات النظر بعدة ملفات مننا الجبل أساساً هذا موضوع نحن ممنن فيه وأكيد موجود ونحن أكيد مكملين فيه وأنا عاطنا نحن مكملين فيه اليوم بتقلي عن الكتلة كيف بتكون أنا اليوم اللي بيقول لك يا شغلك بدي بسطة كثير اليوم الآخر لما نعمل كتل بالمطارح نحن اليوم مرشحين عليها او قدرنا صرنا اليوم نترشح عليها اليوم متل ما انتم شايفين الوضع متل ما هو شفنا انه اللي عمله كتل كانت بتحالفاتهم وليس بالحضور فبعتقد اليوم حضوراً نحن منتفوق على على الآخر وقدرين كمان بتحالفاتنا انه نعمل هيدا الكتلة رح يكون في كتلة بعد الانتخابات بالمبدأ اي اكيد اي اكيد هيدا الموضوع انتم شركتوا قريباً بكل الحكومات ولكن بكل الحكومات كان عندكم صوت معطرد وعم نشوف حتى بها الحكومة انتم موثلين كحزب او كمير طلال ولكن دايماً المير طلال وموثلكم بالحكومة عندهم دايماً اصوات معطردة شفناها بالموازنة شفناها بكتير ملفات ها ازدواجية ضايعين بين المولات والمعارضة او لا انتم لازم تكونوا موجودين بالحكومات بس عم تحافظوا على نوع من استقلالية بموقفكم استاذ داني اليوم المعارضة ما يعني اذا بدك تكون معارضة للمعارضة ولحتى نطلع نعمل مواقف شعبوية بالشارع ولحتى نعمل ازمة بالبلد تكون معارضة سلبية اليوم اذا بدك تعارض من برا كلنا منعرف مين يسمع يعني هلأ هناك مجموعة من النواب من فترة طويلة استقالت اليوم هم مرشحين ما انه مطرح معين تخليت عن دورك على اي اساس ترجع تترشح ما انت كنت موجود بدل ما تكفي بممارسة دورك انت تنزلت عن هذا الدور نحن مش هيدا سقافتنا نحن منعتبر انه وجودنا ايا يكون هذا الوجود صوت من الداخل يحكي دايما ويسمع لا بل بالعكس احنا هيدا نشان نعلقه على صدرنا الحكومي كلها ماشي بمطرح معين ووزيرنا قال لا في وجع الناس قبل وفي وضع الناس وفي امور اللي حكاها واللي هي كتير محقة ما فينا نحن نبصم ومنمشي نحن مش بهيدا الجو نحن اي اكيد دايما كنا نكون معارضين ولكن منعارض مطرح ما لازم نعارض ليش منعارض لانه بدنا نعارض ولكسب الشارع بهذا الجو الانتخابات بخمسة عشر ايار رح نكون على مسافة تقريبا شهرين ونص لذكرى انفجار اربعاب وهي اول انتخابات بتصير بعد انفجار اربعاب هذا الانفجار رح يكون ناخب تحديدا ببيروت مبارح باطلاق الليحة اضطرقت بكلمتي لهذا الموضوع وقلت ان انفجار بيروت قاربوا الكل من عدة وجهات ولكن حسيت انه الاغلب عم بيقاربوا لمصالح معينة انا ما فيني شوف انفجار بيروت غير ام فقدت اولاده او اولاد فقدوا اهلهم او ناس فقدوا من اجسادهم اقسام اليوم هذا الموضوع انساني بشكل كتير كبير واولوي وما اقلوا علاقة بالانتخابات انا اللي انا بقوله اليوم بالعكس ما نستثمروا بالانتخابات هذا موضوع انساني هذا موضوع وطني كلنا لازم نكون رايحين باتجاهه اليوم بتقول لي انا شو رأي بهذا الموضوع انا رأي هذا الموضوع لازم القضاء اللبناني ينكب بشكل مزبوط بشكل مزبوط ما يبين انه فيه استنسابية فيه ما يبين انه عم نعمل خطوات لكسب شعبويا بهذا الموضوع هذا موضوع الذي بدال قضاء محض لحتى لنوصل لحقيقة صرف معروفة وواضحة وجلية مش حقيقة لنلبس عالم بالسياسة لنستعملها بمطرح معين او حقيقة لنعفي عالم بالسياسة لنستعملها بمطرح معين هذا موضوع انا برأيي ما انه يعني سرقة شغلة بمطرح معين هذا موضوع انساني بمس كل لبناني مش بس اهل بيروت صاب بيروت ولكن هو صاب لبنان كله وبعدا لحد هلا عم نشوف ارتداداته نعم بكل انتخابات كان نحكى عن برامج انتخابية ودل اكترية القوات تحبر على ورق اليوم الازمة اكبر من اي برنامج انتخابي بس اليوم شو عندك عندك تصور ما عندك خطة ما عندك وعد ما فيك تقوله للناس انا عندي سؤال معاكس عبر التاريخ مين عمل برنامج ومش عليه ما حدا مثل بيانات ميزارية اي شيء انتخابي مش مهم انه هلا نعمل اليوم بس للأسف للأسف كمان بقول مش انه كتير مرتاح لالا نعم اليوم انت وصلت المواطن بلبنان كدولة وكمتل ما بقوله عالم مؤتمانين على هيد الناس وصلتهم لمطرح اليوم هم من الاول اموال مديعين هم من كهرباء هم من مازوت هم من بانزين هم من مدارس هم من مستشفيات اليوم انت اذا قفت حد العالم بهذا المطرح لحتى التأمن لهم هذا الشيء اعتقد بتكون قطعتهم مرحلة كثير 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 كبيرة بالاستراتيجيات نحكي كثير بس اليوم صدقني الناس اللي عم نفوت على بيوتها ما حاب تسمع استراتيجيات ولا حاب تسمع لبعد غير منظور شو بدك تعمل بلبنان حابين يعرفوا بكرة كيف بدون يفيقوا ومين رح يقدر يأمن لهم اللي هن عايزينه اللي الدولة بطلت موجودة حتى تأمنوا ببيروت البلدية غيبة كليا الوزارات المختصة مشلولة نهائيا معاش موجودة المواطن مكبوب لقدروا يعني بكل بساطة بس انتو نظرتكم كحزب انو القصة مش قصة ازمة حكومة وازمة رئاسة وازمات عادية الازمة اكبر والدليل انو صلنا سنين عم نعيش ازمة بعد ازمة انتو بتدعو لنوع من تغيير نظام او لمؤتمر تأسيسي صح؟ نحنا هيدا الموضوع اول هذا الشيء بنائز كمان في أمن اللبنانية وتحديد المسيحيين نحنا هيدا الموضوع اول ما طرحنا من شيء 13 سنة تقريبا وطرحناه عن اناعة ونحنا كنا الاوائل بطرحه بهذا الموضوع من بعدنا طرق له غبطة البطرق وطرق له سمحت السيد وطرقو له اكتر باللبنان كلهم كل حدا من منظاره او مقربته ونحنا بالنسبة لقلنا ما تفرق معنا ما نسميه ولكن اللي نحنا اليوم ماشينا عليه اصبح نظام بالي وبائد بطل فينا نكفي فيه استاذ داني انت اليوم ما فيك تحاكم انسان بجريمة البور الا ما تجيب مقبيله انسان لتعمل ست وست مكرر اليوم انت بمطرح ما فيك تغطي جورة بحكومة اذا صارت اذا اضطريت وطرقت عليك يعني ببيروت مضطر انك تمشي مقبيله بمطارح تاني حتى تقدر تشتغل فيها هيدا النظام الطائفة المذهبة العقيم نظام اللي بتحس انه محسوبيات قد ما بدك بهيدا الموضوع المواطن فيه لا يشعر انه الدولة هي بتحمينه ما بيشعر حاله انه هو مواطن بهيد الدولة بتشعر حالك انك انت تابع بس مطرح معين اذا هيدا المطرح مرضي عنك انت سقطت من حقوقك المدنية اذا بهيدا النظام نحن ما فينا نكفي نظام اليوم بيقولك بالحقوق بالواجبات انت متساوي بس بالحقوق انت مش متساوي في مواطن عندنا درجة خامسة في مواطن درجة تانية في مواطن درجة اولى نحن اليوم ما وصلنا لمطرح انه بدل ما قاله بدل السنائية نعمل مسالسة او المناصفة نعمل مسالسة هذا الموضوع كله مش مطروح نحن طرحنا بالعكس اكبر من هك بكثير نحن طرحنا انه لبنان وطن واحد للجميع وكل اياتنا منتساوي بالحقوق والواجبات فيه هلأ شو بتقلي نتحاور واكيد ما حدا رح يعمل شي غصب عن الاخر نتحاور ونشوف لوين منوصل لأي صيغة تحسن هذه الصيغة اللي موجودة لانه هذه الصيغة اللي موجودة اليوم ما في اسوأ منا بالسياسة لا شو اكتر شي بتحتاج بيروت اليوم حاجات بيروت تحديدا بالموضوع المائي وهل اليوم عم نسمع كمان بكل الساحة انتخابة فيه مطالبات بتقسيم بيروت متل ما فيه بالانتخابات بيروت دائرة اولى ودائرة تانية كمان تكون فيه بلدية للدائرة الاولى وبلدية للدائرة تانية شو رأيك بهال مطلب وشو حاجات بيروت بنسبة للك نشوف انا قبل كل شي نحنا ضد المنطق التقسيمي ايا يكون هذا المنطق نحنا رفضنا المنطق التقسيمي بلبنان ورح نبقى رافضينه وما رح نقبل فيه وما نتكلف ناتج عن اهمال بحق بعض المناطق يصير فيه مهكم مطالبة او شعور بالغبل فيه ناس فيه ناس بهيدا البلد دفع الدم وشهده وباع طويل بالسياسة وغير السياسة للحفاظ على وحدة هيدا البلد ككل بيروت تحديدا الله يرحم الشهيد الرئيس الحريري بعزما ايام ما كان فيه يعمل مجالس بلدية من لون واحد وشكل واحد اثار على المناصفة والكل اللي يكون موجود فيها والتعايش كمان ما نمثل نحنا اليوم بلايحتنا اللي هي المرشحين الموجودين وما يمثله بهيدا الموضوع كلنا بهيدا الاتجاه وهيدا التوجه بيروت ما بتقبل انه تتقصم بيروت انا برأيي بدل ما نعرض فيها مشاريع تقسيمية خلينا نوقف مشروعنا التقسيمي الكبير وما نعممه على بيروت اللي هي قلب لبنان اذا لبنان ما بيتقصم اكيد قلبه ما رح نقصمه ولا رح نقبل نمشي بهيدا الموضوع خلنا نشوف اليوم بيروت شو بده مننا بعتقد افضل ما نقعد نطرح هيك تروحات سيئة وخطيرة لبيروت ولأهل بيروت شو بده بيروت هلأ اذا بدك رأيي شو فيها اليوم بيروت هيدا بيروت اللي احنا معوّدين عليها هيدا بيروت اللي عالم بيحكي فيها هيدا بيروت اللي اخواننا العرب والسواح كانوا شايفينا انه الملجأ الاول طبيا سياحيا علميا ادمائيا بيروت كانت نموذج لحتى العالم يحتذوا فيه اليوم وين بيروت اليوم بيروت بتمشي فيها بالليل يعني بتفكر حالك مدينة اشباح لا مش هيدا البليق بيروت ولا هيدا بليق بناس بيروت نعم نعم اذا انتخبت نايب اي بروفايل نايب بتحسه اقرب لك نايب المشرع اللي بيركز فقط على عمل تشريعي نايب يلي يكون عنده مواكف سياسية ووطنية فقط او نايب الخدماتي اي بروفيل نايب الاقرب لك للمزبوط شغلة النايب التشريع وليس شو بيشتغل هلا النايب ولكن نحن اليوم مطرح ما نحن موجودين لازم تجمعهم كلهم لانه انا اليوم ما فيني امشي بموضوع التشريع وغض النظر عن موضوع الناس اذا هيدا الناس الدولة ما مقاملت لحقوقها مجبور كون حدن وحاول ادبا فيها قاتل انا وياهن لحتى لقام منهم ابسط الحقوق اللي هن من المفروض يكونوا من البديهيات وعندهم اياهن كل يوم تقول لي بالسياسة اكيد النايب مجبور انه يكون في عنده خط سياسي وتوجه سياسي يدافع عنه ويشتغل له توجهنا السياسي دائما كان وطني ما بيزعج بيروت وتاريخها الوطني وبيروت مثل ما هي حضارة وسقافة وعلمه وطبابة وكل هيدا الموضوع بيروت كمان مقاومة بيروت عروبية بيروت ووطنية بامتياز هذه هي بيروت فأعتقد انه لازم نجمع الكل مع بعض ان شاء الله نوصل لوقت انه نقدر كنواب اذا وصلنا يوم من الايام نشتغل بالموضوع التشريعي سوف نسمي لك اشخاص بدي منك توجه لهم رسالة صغيرة المير طلال ارسلين امير الوفا مقشعنا حالنا ورافعين راسنا على طول بانتمائنا لخط هو برأسه وهو قائده مسيرتنا ثابتة منذ ان بدأ بمسيرته السياسية وهذا شي مريحنا كتير خيارات دائما صائبة واليوم كل العالم وصلت لقراب والبعاد وصلوا لحتى يأكدوا انه الخيارات اللي اخدها من 40 سنة لليوم هذه خيارات مزحنا عنها وهي خيارات كانت لحفظ هذا البلد واسمح لي بس مرق هذه الكلمة حتى عصا عيد الطائفة هذه خيارات حفظت هذه الطائفة يشرفني ان يكون مسلو اذا قدرت اوصل المغترب اللبناني اللي هلأ في مغتربين تسجلوا بالانتخابات ولمش عارفين بكرة بينتخبوا ما بينتخبوا مترددين صوتهم مؤثر مش مؤثر شو بتقول له المغترب اللبناني بمطرح معين بيقولوا في شيء علت وجود شيء انا برأيي انه احد يعني اسس بقائنا اليوم مطرح منحنا ووضع لما تدهور اكتر من هايك انه عنا ناس بالاغتراب عم بقاتلوا وعم بيطعبوا وعم بيكدوا وعم يعرقوا لحتى يشوفوا شو فيهم يأمنوا لأهلهم ولناسهم بهذا البلد وهذا الموضوع ساعدنا كثير لحتى حتى لنظلنا وقفين على اجرينا على امل انه ما يكتروا لانه هايدي طاقات متل ما احنا بيشرفونا مطرح من وجده ومن اعتبرهم سفرة كلهم لانه بيضوا وجه لبنان مطرح من وجده كمان لبنان بحاجة لقلهم ان شاء الله نقدر نوصل لمطرح هايدي البلد يستوعب هايدي الطاقات لانه هن بحد ذاتهم ثروة اكتر من النفط واكتر من اي ثروتين فكرت يوما ما بالهجرة شو اللي يخليك في كتير شباب عم بهجروا وعندك عائلة وعندك وليات بعضهم صغار لما فكرت تعمله مستقبل خارج لبنان شوف استاذ داني انا من بيت الكل بيعرف بيت متواضع بالاساس الوالد الوالد اللي يرحمه هاجر اكتر من خمسة وعشرين سنة او ثلاثين سنة لحتى لأمان نجاو من الحياة ورجع على لبنان لانه مؤمن بهذا البلد ومؤمن بوطنه ومؤمن انه كلنا لازم نكون عم نشتغل هون لحتى لنعمل شيء ان شاء الله نقدر انه نكفي بهذا الموضوع واخر مطرح منفكر بالهجرة نحن ناس معلقين باللي حولنا نحن من ناجيين طوارق على المجتمع نحن ولات ضياء ومنعرف اذا انت فلات خيك باقي وعمك باقي وما فيك تشوف كل هيدا الناس مطرح ما هي بس انت تكون خلصت بحالك ان شاء الله انه نقدر نوصل لمطرح نخلص نحن وياهم بهذا البلد ونروح للمطرح الاحسن ابن بيروت شو بتقله وكيف تدعي انه ينتخبك لا ابن بيروت اليوم بد يروح ينتخب ب 15 ايار نسيب الجوهرة ما ينتخب شخص اخر انا برأيي ايا يكن مأخذ ابن بيروت ولأي جهن تمام اليوم في استحقاء قادر يحصل حقه فيه انا برأيي مثل ما عم بيحكوا انا بقول لابن بيروت الي شاعر بالطعن يصوت بطريقة مغيرة وخلي يحس كل انسان طعنه انه مش هيك الامور بتكون ولا هيك الوفا بيكون انا برأيي ابن بيروت الي كان له فترة بمطرح معين عم بيكون يعطي فرصة للاخرين وهيضا موضوع اربع سنين حتى انا برأيي اهلي واخواننا الدروز تحديدا ببيروت بثلاثين اربعين سنة كان فيه توجه معين نحن مش للتحدي وبرجع بقول لك بحترم كل المرشحين اللي موجودين بس بينهم وبين حالهم اذا حدا يجرب لثلاثين اربعين سنة واذا راضي على التجربة انا بالنسبة واذا لا نراضي على التجربة اللي انا بطلبه مثل ما بقوله وكالي لأربع سنين ونحاسب على اساسها نحن عن جد تحابين انه نغير نحن عن جد تحابين انه حتى اذا وصلنا نحن مين ما وصل من اللاقحتنا اصلا لللاقحة مش مسكرة ومين ما وصل من اللاقحة الاخرى نحن مشروعنا انه نكون يد ممدودة للتعاون لمصلحة بيروت بيروت قلب لبنان كلنا تعنينا كلنا تعني الاحزاب والطيارات والطواقف كل ياتا كلنا موجودين ببيروت اذا بيروت ما كانت بخير لبنان ما رح يكون بخير فهذا هو اللي انا بقدر اقوله بتأمل انه يحكموا ضميرهم ولا بل بالعكس يكونوا موجودين وعبروا عن رأيهم بالشكل اللي هن بيشوفوا مناسب نعم عم تخد انتخبات للمرة الاولى واللي عم يخد انتخبات بيكون بحاجة لاي سند لاي دعم لاي شخص يقف حده بينما انت خسرت سند كبير لك ومش من فترة طويلة هو والدك داي بيعز عليك اليوم كون رايع على انتخبات ووالدك مش حدك ان شاء الله يكون راضي علي شو بتوعده متل ما ربينا من ضل انا بتشكرها بعتزر منك بالكايناك باخر هالحلقة بتشكرك اتمنى لك توفي المرشع عن واقع الدرس في بيروت تاني ينسيب الجواري مشاهدين الهون بتنتهي حلقتنا ملتقانا بتجدد بحلقات اخرى الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة